حريص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم تبير عهو الله على تناول طعام الافطار في اليوم الاول من الشهر المبارك مع طباء وطبيبات وممرضي وممرضات مستشفى الفجيرة التابع لوزارة الصحة وكان السمو قد زار الفجيرة تمساء امس حيث كان في استقبال السموه ومرافقي مدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله الشرقي وسعدة ناصر خليف البدور الوكيل المساعد بوزارة الصحة ومدير وأعضاء الكادر الطبي والتمريض بمستشفى الفجيرة وتفقد السموه في مستهل الزيارة قسم الأطفال في المستشفى الذي يستقبل الأطفال المرضى بمختلف الأمراض من مدينة الفجيرة وما جاورها واطمأن سموه على سلامة طفلة مواطنة تخضع للعلاج في القسم ثم تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الجولة في ردهات وقسم المستشفى قسم قصطلة القلب المستحدث وتعرف سموه إلى نوعية الأجهزة الطبية والعلاجية المتوافرة في القسم والحالات التي بدأ يستقبلها منذ الأول من شهر يوليو المنصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أكد خلال الزيارة التي رافقه فيها معاني محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي أنه يحرص كل الحرص على اللقاء مع مختلف العاملين في شتى المؤسسات والجهات الحكومية ذات الطابع الخدمي للجمهور خاصة الكوادر الطبية والتمريضية التي تسهر على سلامة الناس من المجتمع وتصل الليلة بالنهار من أجل خدمة الإنسان خاصة الكادر الطبية المواطن الذي بدأ يتواجد بكفاءة عالية في مستشفياتنا الحكومية والخاصة ووصف سمو هؤلاء الأطباء والممرضين والممرضات بأنهم فرسان في الميدان مبديا سموه تقديره لجهودهم ومثابرتهم وتضحياتهم في سبيل صحة المجتمع وأفراده وعقب الجولة التفاقدية التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعه الله الأطباء والطبيبات وأعضاء الهيئة التمريضية في المستشفى على مائدة الإفطار وتجاذب سموه أطراف الحديث معهم حول مهنة الطب والتخصصات النادرة التي تحتاج إليها مؤسساتنا الطبية موضحا وناصحا الأطباء والطبيبات من أبناء وبنات الوطن بأن ينحوا منح هذه التخصصات ويبدعوا فيها لأن لديهم القدرة على ذلك ويختزنون طاقات خلاقة تجعلهم مميزين على مستوى الوطن والمنطقة مضيفا سموه أن القيادة والحكومة تشجع الشباب وتهيئ لهم كل السبل المتاحة ليواصلوا مسيرتهم على طريق العلم والمعرفة واكتساب الخبرة العملية التي تسقل أفكارهم وتثري معارفهم وعلومهم ونوه سموه بأهمية مهلة التمريض للشباب خاصة العنصر النسائي الذي يوصف دائما بملائكة الرحمة وقد أدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي والحضور صلاة المغرب جماعة ودعوا المولى جل شأنه أن يجعل شهر رمضان شهر الرحمة والتراحم والتواصل بين أفراد مجتمعنا وأن يعيده على قيادتنا ودولتنا بالعز واليمن والبركات